أهم ممن يجحد الله ربي وما حد وأنا بذلك أشهد إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسي واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله يا أيها الذي تساءلون به والأرحام يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زال الحديث موصولا بفضل الله تبارك وتعالى مع باب القدر من برنامجكم دلائل التوحيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يبعثنا يوم القيامة في زمرة سيد الموحدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زال الحديث موصولا في باب القدر بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وطوله وحوله جل وعلا وقد أعددت في المرة السابقة أسئلة وقلت هذه الأسئلة سوف نكون معها في عدة حلقات نجيب عنها بمشيئة الله تبارك وتعالى وهذه الأسئلة ليست إعدادا محضا بل هي أيضا مما ترد على كثير من العلماء والشيوخ وترد كثيرا على المواقع وعلى صفحات التواصل الاجتماعي فاليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف نكون مع حلقة متميزة لأنها ستكون حلقة عن أسئلة قوية جدا في باب القدر فهذه أسئلة ملحقة بجوابها فهذه أسئلة ملحقة بجوابها وهناك في آخر الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى بعض الأسئلة التي سنجيب عنها وهي خارجة عن هذا الباب أعني باب القدر فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يهدينا سبل الرشاد وأن يرزقنا التوفيق والسداد إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السؤال الذي ذكرناه في المرة السابقة وأجبنا عنه إجابة مطولة نذكره على وجه السرعة لنستكمل ولنواصل قلنا لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى والجواب خلقنا الله سبحانه وتعالى لغاية شرعية ولغاية أخرى قدرية أما الغاية الشرعية فهي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه هي الغاية الشرعية التي من أجلها خلقنا وأما الغاية القدرية الكونية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق فهي ظهور آثار أسمائه وصفاته ظهور آثار أسمائه وصفاته فالله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات هذه الأسماء وتلك الصفات لها مقتضيات لا بد أن تكون هذه المقتضيات لا بد أن تظهر لا بد أن تظهر لا بد أن تظهر فكل ما يجري في الكون إنما هو مقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اسمع مرة أخرى إلى الآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله أكبر إذن هناك غاية شرعية يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها وهي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهناك غاية أخرى قدرية وهي ظهور آثار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بل خذ هذه المعلومة ودونها واجعلها من الفوائد والفرائد ليس في الوجود إلا الله ومفعولاته ليس في الوجود إلا الله ومفعولاته مخلوقاته ومفعولاته أثر أفعاله مفعولاته أثر أفعاله وأفعاله من صفاته وصفاته قائمة بذاته وأن إلى ربك المنتهى انظر ليس في الوجود إلا الله ومفعولاته المخلوقات ومخلوقاته مفعولاته أثر فعله فهو خلق فكان المخلوق يبقى الفعل الخلق والمفعول المخلوق وطيب ليس هناك في الوجود إلا الله ومخلوقاته مفعولاته مفعولاته أثر فعله وفعله صفته وصفته قائمة بذاته وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى طيب حين نعلم هذا أيها الأحبة الكرام نقف على سر خطير أيضا أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه كما أثنى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ربه فقال والخير في يديك والشر ليس إليك فلا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى أبدا لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه بل ما صار الشر شرا إلا لانقطاعه عن الله سبحانه وتعالى وعدم إضافته إليه جل وعلا وهذا سوف يتضح حين نذكر أو حين نتكلم عن الحكمة عن باب حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى في خلقه وفي كثير من المخلوقات التي نراها والأحداث التي تقع في زماننا وفي غير زماننا ولذلك نقول كل منا كل منا نحن المخلوقين كل منا يكتسب أسماء له وصفات من خلال أفعاله يعني أنا وأنت مثلا نذهب لنتعلم علما ما وليكن مثلا أن نحو فنذهب فندرس الأزهرية أو الآج الرومية ثم ندرس قطر الندى ثم ندرس شذور الذهب ثم ندرس ألفية بن مالك ثم ندرس الخصائص لابن جني ثم ندرس الكتاب لسيبويه ونتوسع في ذلك فتأخذ اسما جديدا ألا وهو اسم العالم تأخذ صفة جديدا تتصف بالعلم على الأقل في النحو في اللغة مثلا تأخذ العالم النحوي فلان نحوي فلان كذا هذا الاسم وهذه الصفة ما اكتسبتها إلا من خلال فعلك وكذلك الذي يتعلم الطب وكذلك الذي يتعلم الفقه وكذلك الذي يتعلم الفرائض المواريس إلى غير ذلك والذي يفعل أي فعل يكتسب اسما ويكتسب صفة بسبب فعله فأسماؤه وصفاته ناشئة عن أفعاله هذا شأن المخلوق أما أفعال الله سبحانه وتعالى فناشئة عن أسمائه وصفاته فهو لا يكتسب أسماء وصفات جل وعلا من أفعاله وإنما أفعاله ناشئة عن أسمائه وصفاته فإذا كانت أسمائه كلها حسن وصفاته كلها على فكيف يكون في فعله شر من هذا يقطع أن أفعاله سبحانه وتعالى لا شر فيها بوجه من الوجوه لأنها ناشئة عن أسمائه الحسن وصفاته العلى جل وعلا هذا فقه عن الله سبحانه وتعالى أنا دائما أقول أوسع باب لمعرفة الله سبحانه وتعالى باب الأسماء وصفات ومنه القدر لأن القدر قدرة الله سبحانه وتعالى كلما توسع المرء في معرفة أسماء الجلال والكمال والجمال وصفات رب العالمين العلا كلما تعرف المرء على ذلك وتوسع تقلب في أنوار المعرفة بربه وهل هناك شيء في الدنيا ألذ من معرفة الله سبحانه وتعالى والله هذا هو النعيم وهذه هي الجنة التي عناها الأول بقوله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ألا وهي معرفة الله سبحانه وتعالى هذه جنة الدنيا فالذي يعيش مع أسماء الله ومع صفات الله سبحانه وتعالى ويعيش مع القدر ومسائله وقضاياه وحكمة رب العالمين والله سيتقلب في أنوار المعرفة وسيصرف في حقائق الأمور وسيعيش مع المكاشفات ومع الأنوار ومع الأحوال والمعارف نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذا الخير وأن يزيد لنا سبحانه وتعالى في هذه الخيرات والبركات إنه ولي ذلك والقادر عليه هذه إجابة مختصرة عن هذا السؤال لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى ومن عرف لما خلق وعمل بمقتضى ذلك كان من سعداء الدنيا والآخرة من عرف لما خلق سواء الغاية الشرعية أو الغاية القضرية وعمل بمقتضى الغايتين كان من سعداء الدنيا والآخرة الغاية الأولى لالعبادة يمتسل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد ويستسلم للحكم الله دي الغاية الشرعية حققها يصبر على البلاء يرضى بالقضاء يشكر عند النعماء يرضى بالقدر كل هذا بأداء الغاية القضرية يتوكل على الله ينيب إليه عرف ربه عرف أن الأمر منه وإليه ففروا إلى الله فرار منه وإليه وأن لا ملجأ منك ولا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك وقال صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في المرة السابقة طيب ده معرفة الغايتين الشرعية والقدرية يأتي السؤال الثاني ما مراتب القدر مراتب القدر أربع المرتبة الأولى علم الله عز وجل بالأشياء قبل كونها المرتبة الثانية كتابة الله عز وجل لجميع الأشياء قبل كونها المرتبة الثالثة مشيئة الله سبحانه وتعالى للأشياء المرتبة الرابعة خلق الله سبحانه وتعالى للأشياء ولأفعال العباد الله أكبر ده أربع مراتب العلم وتكلمنا عنه أيضا العلم قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله أكبر ظنت الملائكة أن وجود من يطيع الله أولى من وجود من يعص الله فسألت هذا السؤال فرد الله سبحانه وتعالى عليهم وأجاب عن سؤالهم بكلمة يقف المرء أمامها مندهشا وأعيذك بالله أن تسمع ما يدهش ولا تدهش أو أن تسمع ما يروع ولا تراع أو أن تسمع ما يعجب ولا تعجب نعوذ بالله من ذلك ماذا قال الله قال إني أعلم ما لا تعلمون وتحت هذه الكلمة فلو علمتم ما أعلم لما سألتم متعجبين فأنا أعلم الحكم والغايات والمصالح والمنافع التي تترتب على وجود من يعصيني ففي ذلك من الحكم والمصالح والغايات والمنافع ما لا يحصيه العاد عدى ولو اطلعتم على هذه الحكم والغايات والمصالح والمنافع لما تعجبتم فتفاوت العلم هو سبب هذا تفاوت العلم كما تعجب موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من فعل الخضر في ثلاثة أمور في خرق السفينة وفي قتل الغلام وفي بناء الجدار تعجب موسى وأنكر هذا أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا طيب ولما قتل الغلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا طيب ولما بنى الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا أمر لا يعرف الحكم والغايات والمصالح من هذا الفعل شوف لما نبأوا أما السفينة فكانت لمساكين وأما الغلام وأما الجدار لما بين له حقائق هذه الأمور انتهى الأمر فلتفاوت العلم يعني لو علم موسى من أمر السفينة وأمر الغلام وأمر الجدار ما علم الخضر لما تعجب موسى ولما أنقر على الخضر فتفاوت العلم بين الناس سبب الخلاف سبب خلاف الناس تفاوت العلم الذي بين هذا وهذا وذاك إلى آخره طيب العلم خلص إني أعلم ما لا تعلمون طيب نعرف من الكلام ده أخوانا أن الله هو العالم العليم العلام فكيف يعترض الجاهل الجهول على العليم العالم العلام سبحانه وتعالى كل شيء يفعله بعلم وحكمة كل شيء يفعله سبحانه وتعالى بعلم وحكمة وأفعاله كلها سبحانه وتعالى دائرة بين أمرين الفضل والعدل فكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل آه اعرف داوت كويس أفعال الله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل لا يخرج الأمر عن هذا إما فضل وإما عدل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل الله أكبر خلي بالك الدليل على اللي احنا بنقوله ده اسمع معي إلى قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة عدل وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فضل الله أكبر إن الله لا يظلم مثقال ذرة عدل وإن تك حسنة يضاعفها يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فضل فأفعاله كلها دائرة بين الفضل والعدل فمن نزل منا في دائرة الفضل نجا ومن نزل منا في دائرة العدل هلك من أظلتهما ظلت الفضل نجا ومن أظلتهما ظلت العدل هلك نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ونسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله لا بعدله بإحسانه لا بميزانه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله مهما عمل أو مهما عمل حتى الصحابة ما منكم من أحد ما نافية أحد نكرة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ده مش فقط كده ده أكد العموم بقوله من فأتى بحرف الجر من لتوقيد العموم ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله يعني ولا أنت وأنت أنت أنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل الله أكبر آه إبا إحنا دائما ندعو الله أن نظلل بظل الفضل لا بظل العدل نسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذا وأن يعاملنا بفضله سبحانه وتعالى لا بعدله عرفنا جميل فعل رب العالمين سبحانه وتعالى بعباده طيب يبا العلم الله عز وجل هو العليم العلام فكيف يعترض الجهول الجاهل على العليم العلام دي صمرة الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يراني ويسمعني سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى ده يفدني إيه ده يفدني لنا دائما أراقب الله أراقب الله آه فأراعي نظر الله إليه ولا أجعل أهون الناظرين إلي رب العالمين لا لا تجعل الله أهون الناظرين إليه يعني الإنسان دائما يراعي نظر المخلوق إليه ولذلك يجمل ظاهرة ويظهر بمظهر طيب ويعمل عملا طيبا أمام الناس ولا يرضى أبدا أن يراه الناس في حال سوء طيب لماذا يجعل المرء ربه أهون الناظرين إليه إذا خلى بمحارم الله عز وجل انتهكها طيب أيها الأحبة الكرام نأخذ فاصلا بعد إذنكم ونعوض إن شاء الله سبحانه وتعالى لنواصل كلامنا نواصل كلامنا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد فقد عدنا إليكم أيها الأحبة الكرام وكنا نتكلم قبل الفاصل عن علم الله عز وجل وأن هذا يثمر أمورا عظيمة منها مراقبة الله عز وجل ومنها التسليم لله أولا التسليم لله وأنه العالم العليم العلام سبحانه وتعالى ونحن البشر لا شيء من هذا كيف يعترض الجاهل الجهول بعواقب الأمور على العلام العليم العالم سبحانه وتعالى وصدق من قال من عرف نفسه عرف ربه من عرف نفسه عرف ربه وهذا من سلاسة جهات من جهة الاعتبار القياس ومن جهة المقابلة ومن جهة الامتناع من عرف نفسه عرف ربه أما جهة الاعتبار الجهة الأولى جهة الاعتبار القياس من عرف نفسه عرف مثلا أنه له سمع وله بصر وله علم وله حكمة وله حلم وله كذا من عرف نفسه فمن باب الاعتبار بقياس الأولى القياس الأولى الذي موجود في القرآن وفي الصنة وفي فطر الناس وفي كلام السلف قياس الأولى كل صفة كمال كل صفة كمال فالله أولى بها وكل صفة نقص فالله أولى بالتنزيه عنها سبحانه وتعالى طيب الله عز وجل أولى بالعلم وأولى بالحلم وأولى بالكرم وأولى بالجود وأولى بكذا من عرف نفسه عرف ربه بالاعتبار ومن عرف نفسه عرف ربه بالمقابلة يعني من عرف نفسه بالضعف المطلق عرف ربه بالقوة المطلقة من عرف نفسه بالجهل المطلق عرف ربه بالعلم المطلق من عرف نفسه بالفقر المطلق عرف ربه بالغنى المطلق من عرف نفسه بالعجز المطلق عرف ربه بالقدرة المطلقة وهكذا يبدأ باب المقابلة باب الامتناع أن المرء جاهل بنفسه أي بمعرفة قنه نفسه ولا يستطيع أن يضرك نفسه فكيف يستطيع أن يضرك ربه سبحانه وتعالى فالكلمة كلمة صحيحة من اعتبارات سلاسة اعتبار لاعتبار luego الكياس الأولى ومن اعتبار المقابلة ومن اعتبار الممانعة أو الامتناع طيب من عرف الله عز وجل بالعلم عرف نفسه بالجهل من عرف الله بالقوة عرف نفسه بالضعف من عرف الله بالقدرة عرف نفسه بالعجز من عرف ربه بالغنى عرف نفسه بالفقر وهكذا طيب إيتني يثمر العلم يثمر المراقبة كما قلنا إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقول خلوته ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء جل وعلا ولذلك لما وجد رجل نفسه مع امرأة وحدهما فقال لها لا يرانا إلا الكواكب احنا في صحراء ونفيش حد معانا ونفيش أي حاجة إلا اللي شايفنا بس الكواكب لا يرانا إلا الكواكب فقالت له فأين مكوكبها أين الله سبحانه وتعالى كيف يغيب عنك نظر الله جل وعلا طيب يعني لا أريد أن أستطرد كثير حتى لا أخرج عن أصلي الموضوع مرتبة العلم سبحانه وتعالى العلم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى الأمر الثاني والعلم علم أزلي وعلم ظهوري والعلم الظهوري لا ينافي العلم الأزلي بل هو على مقتضاء لكن العلم الأزلي علم الله الأزلي لا أول له فعلم كل شيء هذا العلم لا يتعلق به سواب ولا عقاب ولا متح ولا ذنب وإنما العلم الذي يتعلق به السواب والعقاب العلم الظهوري يعني حين يرى الله عز وجل ليعلم الله لنعلم حين تسمعه في القرآن ده العلم الظهوري أي وقوع الشيء وقوع الشيء يعلمه الله قبل وقوعه ويعلمه الله وقت وقوعه ده العلم الظهوري هذا العلم الظهوري هو ده بقى المتعلق بالمتح والذن والثواب والعقاب ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب وهكذا دبع علم إيه علم ظهوري علم ظهوري طيب يا سادة يا كرام بعد ذلك الكتابة قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة طب ده الكتابة وكل دليل على الكتابة دليل أيضا على العلم لأنه ما كتب إلا بعلم المشيئة الأدلة عليها كثيرة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقال الله عز وجل فلو شاء لهداكم أجمعين وقال الله عز وجل ولو شاء لهداكم أجمعين وقال الله سبحانه وتعالى وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا وقال الله عز وجل وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على مشيئة الله سبحانه وتعالى طيب أمرها أن أتكلم في المشيئة بالشيء يعني هل ثم فارق ده سؤال هل ثم فارق بين المشيئة والإرادة نعم هناك فرق بين المشيئة والإرادة لأن كثيرا من الناس بكل أسف يخلط بين الأمرين وهذا الخلط أدى إلى مغالطات عظيمة فمنهم من نفى المشيئة فنفى مشيئة الله سبحانه وتعالى وهم القدرية الذين نفوا القدر طيب ومنهم من أثبت المشيئة ونفى مشيئة العبد وإرادته وخلط بين المشيئة وبين الإرادة الشرعية فماذا كان لم يجعل لله أمرا ولا نهيا لم يجعل لله أمرا ولا نهيا وقال الكل مراد الله عز وجل والكل محبوب لله أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته يعني لو زنى وسرق وفعل وفعل يقول أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته طيب شوف تخيل لو عرف الفرق بين الإرادة والمشيئة لما وقع هذا الخلط كله فما الفرق بين الإرادة والمشيئة الفرق بينهما أن الإرادة تنقسم والمشيئة لا تنقسم لا ده إحنا عزين نوضح الكلام ده الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى يا سادة تنقسم تنقسم كسمين إلى إرادة شرعية يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها وإلى إرادة قدرية كونية يبال إرادة كم نوعين الإرادة نوعان إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية الإرادة الشرعية دي يعني إيه إرادة شرعية آه يعني كل ما أراده الله شرعاً الأوامر والنواهي وكلام ده كل دي إرادة إيه؟ إرادة شرعية التي تراضف المحبة والرضا يعني يحبها الله ويرضاها الله سبحانه وتعالى مثلاً قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر دي إرادة إيه؟ إرادة شرعية آه يريد الله أن يبين لكم آه ويريد الله أن يتوب عليكم دي إرادة إيه؟ إرادة شرعية طيب الإرادة الكونية الإرادة بقى الكونية القدرية الكونية القدرية دي مش متعلقة بالحب والرضا وإنما دي تراضف المشيئة إن الإرادة الشرعية تراضف الحب والرضا الإرادة القدرية الكونية تراضف المشيئة تراضف الايه المشيئة يعني شاءها الله سواء كان يحبها او لا يحبها كما اراد الله عز وجل قدرا وكونا لابليس ان ايه ان يكفر لكن لم يرد هذا شرعا لانه لا يحب الكفر ولا يرضاه قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر طب من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نفهم يبال ارادة اخوانا كده قسمين ارادة شرعية وارادة كونية قدرية الشرعية تراضف المحبة والرضا والكونية القدرية ارادة الكونية القدرية الكونية القدرية تراضف المشيئة تراضف الايه المشيئة طب تعالى ناخدها بتقسيمة اوسع ولعل التقسيم يبين الامر عشان هي لها اربعة اقسام ايضا الله عز وجل يريد شيئا شرعا وقدرا يريد شيئا شرعا وقدرا زي ايه ايه مثال أراد شرعا وقدرا إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أراد من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مؤمنا ده أراده إيه أراده شرعا وأراده كونا وقدرا جميل طيب عايزين أراد شيئا قدرا ولم يريده شرعا أراد شيئا قدرا عشان نبقى العكس أو الأول إحنا قلنا أراد شرعا وقدرا إبقى نقول لا يريده لا شرعا ولا قدرا عشان نبقى إيه العكس تماما عشان نخد الشيء وضده الشيء وضده أول حاجة أراده شرعا وقدر زي إيه إيمان النبي عليه الصلاة والسلام مراد شرعا وقدر أراد من النبي أن يؤمن شرعا وأمن النبي إذن هي إرادة أيضا كونية قدرية طيب إيه لم يرده مسلا شرعا وقدر مثلا كفر أبي بكر الصديق لم يرده شرعا ولم يرده كونا وقدر فكان هذا ليس بكافر كونا وقدرا وفعل الإيمان وآمن بالله سبحانه وتعالى فعل الإيمان واعتقده وقال إذن فهو مؤمن شرعا وقدرا وليس بكافر شرعا وقدرا تمام إبهو لم يرد كفره شرعا ولا قدرا إبهو أراد إيمانه شرعا وقدرا لم يرد كفره شرعا وقدرا جميل طبعا إذن بقى شرعا فقط وقدرا فقط أراد شيئا شرعا ولم يرده قدرا وأراد شيئا قدرا ولم يرده شرعا ده الكسمين اللي نقصين من الأربعة طب أراد إيه شرعا مثلا على سبيل المثال أراد شرعا ولم يرده قدرا أراد شرعا إيمان إبليس لأنه أن الله عز وجل يحب الإيمان ويكره الكفر فهو يريد إيمان جميع المخلوقات من الناحية الشرعية أراد إيمان إبليس شرعا ولم يرده كونا وقدرا لحكم وغايات ومصالح ومنافع يعلمها الله ونعلم منها جزءا يسيرة ممكن نعد مثلا ميت حكمة في كفر إبليس وفي وجوده وفي إغوائه للناس حكم عظيمة جدا وغايات ومصالح ومنافع مية أو أكثر ومع ذلك ما علمناه بالنسبة لما يعلمه الله عز وجل كنسبة ضوء الشمعة الصغيرة لضوء الشمس وهذا على سبيل التمثيل والتقريب للحقيقة طب الكسم الرابع بقى الكسم الرابع أراد شيئا قدرا ولم يرده شرعا أراد قدرا كفر إبليس ولم يرد شرعا كفره يبقى أراد شرعا ولم يرد قدرا أراد قدرا ولم يرد شرعا أراد شرعا وقدرا لم يرد شرعا وقدرا أربعة أكسام دي الإرادة ودي المشيئة الإرادة تنقسم أما المشيئة بقى فلا تنقسم إحنا بينا الإرادة تنقسم إحنا عندنا آيات كثيرة بيانة هذا الإرادة الله عز وجل خلاص الله عز وجل كما قال نوح على نبينا وعليه صلى الله عليه وسلم لقومه وما ينفعكم نصحي إن أراد الله أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون إن أراد الله أن يغويكم الإرادة دي إرادة إيه؟ شرعية ليست إرادة شرعية إن الشرعية مراضفة للمحبة والرضى والله عز وجل لا يحب الضلال ولا يحب الفساد ولا يحب القفق سبحانه وتعالى إما دي إرادة إيه؟ إرادة قدرية كونية إرادة قدرية كونية وليست إرادة شرعية يحبها ويرضاها جميل كده إحنا ابتدينا نفهمه الإرادة الشرعية والإرادة الإيه؟ الكونية طيب إخوانا ده الإرطين وأيضاً الأمر كذلك الأمر منهما هو أمر شرعي وأمر قدري والقضاء منهما هو قضاء شرعي وقضاء قدري والإذن منهما هو إذن شرعي وإذن قدري والحكم منهما هو حكم شرعي وحكم قدري مثلاً القضاء الشرعي والقضاء الكوني هات مثال من القرآن على القضاء الشرعي قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله وقضى ربك ده القضاء إيه شرعي ولا قضري لا إراءة ده قضاء ده قضاء شرعي هذا قضاء شرعي قضاء إيه شرعي لأن في وجود في ناس وجدت لا تعبد الله سبحانه وتعالى فلو كان قضاء كوني ما كنتش هتجد في الكون كافر خلاص كده لم تجد في الكون كافرا ده قضاء شرعي قضاء شرعي طب قضاء كوني قضاء بقى من ناحية القضرية لا علاقة له بالشرع ده مشيئة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين إذا يفسده في الأرض ده قضاء شرعي ولا قضاء كوني لا قضاء كوني قضاء إيه كوني أيضا الإذن الإذن منهما هو إذن شرعي وإذن قضري الإذن الشرعي مثلا ققوله تعالى قل الله أذن لكم أي أذن لكم شرعا والإذن القضر الكوني ققوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أذن الله عز وجل أن يقع الضرر إذنا شرعيا أم إذنا قدريا إذنا قدريا وكذلك الحكم وكذلك الأمر وللحديث بقية بمشيئة الله تبارك وتعالى ومهما كان ظن المرء يعني أنه سوف يجيب عن أسئلة كثيرة فالوقت يمضي سريعا دون أن يشعر به الإنسان والوقت يعني كالسيف إن لم تقطعه قطعك والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وأختم يعني بمناسبة الوقت أن المرء كما أنه ليس من صلاته إلا ما عقل منها كذلك ليس من عمره إلا ما كان لله وبالله فلا تضيع عمرك إلا في مرضات الله عز وجل وهو في الحقيقة فليس ضياعا لا تضيع عمرك إلا هنا استثناء منقطع يعني لا تضيع عمرك إلا في مرضات الله سبحانه أي ولكن اجعل عمرك في مرضات الله في الله وبالله ولله للحديث بقية وهناك أسئلة كثيرة في الحقيقة سوف نجيب عنها بمشيئة الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة سائلني المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب وأرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا مستشفى شكرا歌ى ترجمة نانسي قنقر